إلى جانب المظاهرات شبه اليومية الرافضة للحكم العسكري في السودان شهدت العاصمة الخرطوم توقيع اتفاق سلام بين حكومة جنوب السودان ومنشقين عن المعارضة ومثل وفد الحكومة مستشار الرئيس للشؤون الأمنية قلواك مانمي فيما ترأس وفد المعارضة الجنرال سايمون قاتويج المنشق عن فصيل المعارضة الذي يتزعمه ريك مشار نائب رئيس الجمهورية الاتفاق الموقع بين الجانبين بعد مفاوضات استمرت لمدة اسبوعين نص في بنوده على دمج قوات المجموعة المنشقة في الجيش الحكومي واستيعاب قياداتها العسكرية بالإضافة إلى إقرار وقف إطلاق النار وتحديد مراكز تجميع القوات في إقليم أعالي النيل مصادر مقربة من الجنرال سايمون قاتويج رئيس أركان قوات المعارضة السابق أكدت أن الأخير سيصل إلى العاصمة جوبا في أقرب وقت ممكن لإثبات حسن النواية ومناقشة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الوثيقة الموقعة مع القيادة العليا في الدولة ممثلة بالرئيس سيلفاكير ميارديت وكان قاتويج وجنوده قد انشقوا على المشار بعد معارك طاحنة في منطقة مقينص القريبة من الحدود السودانية أسفرت عن مقتل عديد من الطرفين وأجبرت آلاف المواطنين على النزوع باتجاه الأراضي السودانية المجاورة وأعنت مجموعة من القيادات العسكرية المعارضة في أب أغسطس الماضي عزلها لرئيس الحركة ريك ماشار وتنصيب سايمون قاتويج بديلا عنه في قيادة الحركة كما أكدت التزامها باتفاق السلام المنشط وطالبت الحكومة والإقليم بالاعتراف بها وتسيمها كافة مقاعد المعارضة المسلحة في السلطة